النهاردة كمان قبل الهوى بلحظات قليلة منتخب الشباب لكرة اليد النغمة المصرية الجميلة اللي يستحقوا عليها كل التحية وكل التهنية ويا ليت يفضلوا بعيد عن التركيز الإعلامي المصري وماشيين كده بهدوء لو بدأنا نركز معاهم الله أعلم إلا يحسن من اللحظة دي تخاف عليهم بقى بالضبط النهاردة منتخب شباب اليد وصل إلى نصف نهاية كأس العالم تغلب على النرويج بفارق هدفين ووصل للقاء فرنسا يوم السابت إن شاء الله في نصف النهاية كان واجه فرنسا في المجموعة وتغلب عليها رب انكررها بيقدم أقوى العروض منتخب شباب اليد اللي هقول لحضراتكم قائمة الأبطال اللي فيه لأنه فريق شباب وعد جدا كسب النهاردة النرويج 29-27 في مورا كانت صعبة جدا كانت رايحة مننا بنسبة كبيرة جدا في الدقائق الأخيرة قدرنا نخطف هذا الفوز المهم مباراة فرنسا حتكون الساعة 6 إن شاء الله يوم السابت الفريق قيمته فيها خمس لعيبة من أبناء النادي الأهلي وده شيء أيضا مبشر لكرة اليد الأهلوية إنه يبقى عندك القوام الأعلى في منتخب الشباب اللي رايح نصف نهاية كأس العالم فده معناه إنك أنت بتبني صح وكل النشاط أو جهود كرة اليد ماشية في تجهيز مستقبل جيد لهذا الفريق الأهل منه عبد الرحمن طاها وأحمد راضي وعمر خالد وعبد الرحمن حميد وياسر محمد خمس لعيبة بقيت القايمة بتضم جلال خرشد من سبورتنج وعبد العزيز إيهاب من السموحة وشهاب عبد الله من طلاع الجيش وسيف الدرع من هليوبلس ومعاه أيضا محسن وضع من هليوبلس وحازم ممدوح ومحمد الأزهاري من الزمارك خالد وليد من هليوبلس وعمر سامي من طلاع الجيش أحمد هشام من هليوبلس وحسن وليد من الشمس عروض قوية جدا أداء الحياة ملفت نتمنى إن شاء الله يوفق هذا الفريق في البطولة علشان يحقق المعجزة التانية شباب مصر في 93 كانوا فازوا بكأس العالم للشباب في القاهرة ما هو بس كان في القاهرة فالنتيجة التي حققها الشباب أنه أولا هو بيلقي في النصف النهائي فرنسا يعني الناس اللي استخفت بفوز فريق مصر على فرنسا في المجموعة فاته أن فرنسا دي بطلة العالم وأحد القوى الكبرى في كرة اليد فنتمنى أنه يوصل للنهائي عشان يديك برقة أمل أن يستعيد تستعيد كرة اليد مكانتها العالمية وهي مش بعيدة عنها